ظاهرة الطلاق باتت أمراً مزعجاً للكثير من الوسر حيث استفعلت الظاهرة خلال العشر سنوات الأخيرة وتجاوزت معدلات الطلاق الأربعين في المئة لأسباب متعددة من تدخل الوسر وارتفاع سقف الطموحات كما تدق وسائل التواصل الاجتماعي نقوس الخطر بشأن واقع يهدد استقرار المجتمع ومستقبل الأجيال أكثر الأسباب التي تؤثر في ارتفاع وطيرة الطلاق هو انهيار الوضع الاقتصادي وتأثيره على الأسرة انهيار الوضع الاقتصادي وما يتبعه من عدم سيولة من تدني الخدمات انخفاض متوسط الدخل لدى رب الأسرة الزوجة لا تحتمل ضعف المعيشة الوضع الاقتصادي الأبناء ومطالبهم الأب قليل الحيلة في طلب لقمة العيش تعديلات قانونية وتشريعية طالب بها حقوقيون ويرون أنه من شأنها أن تساعد في خفض معدلات الطلاق أهمها قانون الأحوال الشخصية الليبي وإعطاء كل ذي حق حقه قبل استفحال الظاهرة بارتفاع أعداد الحالات طلب حتى تعديل حتى في قانون القانون رقم 10 سنة 84 بالرغم أنه صارت عليه تعديلات لكن ما زال يريد تعديلات تحد من هذه الظاهرة زيد على ذلك بالذات المنطقة الجبلية العرف اللي ما شاهد في المنطقة الجبلية بالأكثر شيء يعنيها المؤخر ما فيه حتى هذا يجب أن يكون فيه مؤخر يحد حتى هو من ظاهر الطلاق شوي وما بين واقع الظاهرة التي باتت تهدد النسيج الاجتماعي للمجتمع والحرص على المحافظة على تماسك الأسر يبقى المهم ترسيخ الوعي قبل وبعد الزواج خاصة في أهمية الحفاظ على العلاقة الزوجية